اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسز شرحنا بشكل مبسط وعساسي الاستعلامات في المحاضرة السابقة وفي هذه المحاضرة رح ناخذ مثال عملي وتطبيقي على الاستعلامات في البداية رح نفرض فرضية ان اريد نعمل برنامج لادارة المدرسة وهذا البرنامج يتكون من ثلاث جداول الجدول الاول هو معلومات الطلاب الاساسية والجدول الثاني هو درجات الطلاب والجدول الثالث هو الفحص الطبي للطلاب الان رح ننشئ هذه هي جداول الثلاثة الجدول الاول طبعا رح نحفظه وراح نسمي المعلومات الاساسية وطبعا رح يكون المعلومات الاساسية للطلاب مثلا رح يكون اسم الطالب ومثلا الصف الشعبة المواليد ومثلا محل السكن البريد الاليكتروني ان وجد مسقط الرأس مثلا طبعا هذا الجدول بيه المعلومات الاساسية للطلاب رح نضيف جدول اخر من انشاء جدول هذا الجدول رح نحفظه وراح نسميه درجات الطلاب العمود الاول رح يكون اسم الطالب وراح يكون هنانا الاسلامية مثلا درجة الاسلامية العربي الانجليزي مثلا الفيزياء الكيميا مثلا لا على التعين هذه فقط الدرجات حفظ وراح نضيف جدول اخر من انشاء جدول رح يكون هذا الجدول رح نحفظه في البداية رح نسميه الفحص الطبي في البداية رح يكون اسم الطالب فحص النظر فحص كورونا مثلا الامراض المزمنة مثلا لا على التعين وراح نحفظ جيد طبعا انشأنا هذه الجداول الثلاثة رح نملأها ببعض المعلومات نجي لها مثلا ناخذ ثلاث طلاب احمد احمد مثلا بها علي بغداد البصر هذا الجدول الاول رح نحفظه كملنا معلوماته ايضا عدنا هنا احمد بها علي سلامية مثلا خمسة وخمسين بس احنا طبعا لازم نكتب الدرجات الصحيحة للطلاب ايضا نكملنا حفظ ادنا هنا احمد بها علي بحص النظر مثلا اربعة على ستة اهنان مثلا بها ستة على ستة علي مثلا ستة على ستة فحص كورونا مثلا موجب اهنان سالب مثلا موجب ورح نحفظ الملف جاي اذا انا سويت ثلاث جداول واريت هذه الثلاث جداول اجمعها بجدول واحد وهذا الجدول هو يكون بالمعلومات الاساسية يعني مثلا الفحوصات الرئيسية والدرجات وبعض المعلومات الرئيسية مثل اسم الطالب والصف والشعبة واهمل هذه المعلومات طبعا قلنا احنا نقدر نجمع جداول وانفلترهن من خلال الكويري هنا فقط عندنا ملاحظة طبعا هنا بما انه المعلومات بجداول مختلفة ما نقدر نعمل الهنكويري بشكل مباشر الا اذا اجرينا العلاقات لابد انه نجري علاقة ما بين الجداول الثلاثة هذه النقطة الاولى النقطة الثانية اذا اريد اعمل العلاقة لابد انتبه الى ان الجدول الرئيسي لابد ان يكون ببرايماري كي الجدول الرئيسي اما جداول الاخرى عادي ممكن انه تكون بدون برايماري كي لا بس طبعا البرائيماري كي يتم عمله لعمود واحد هسذا اجيان من هو الجدول الرئيسي ومن هو الجداول الملحقة يعني من هو الرئيس ومن هم الاطراف الرئيس هو المعلومات الاساسية هذه رح يكون الرئيس والاطراف اللي هو درجات الطلاب والفحص الطبي رح تكون هذه الجداول اطراف طبعا الجدول الرئيسي عمود الربط لابد ان يكون برايماري كي طيب اي عمود من هذه الاعمدة راح تكون او راح يكون هو عمود الربط راح اجي للعمود المتشابه في جميع الجداول شنه هو العمود المتشابه في جميع الجداول ياما المعرف ياما اسم الطالب اسم الطالب راح نختاره اللي هو احمد بها علي طبعا متوفر بها الجدول الاول والجدول الثاني والجدول الثالث فإذن هذا هو راح يكون عمود الربط أو عمود العلاقات ملاحظة رقم 2 لابد أن العمود المتشابه واللي راح يكون بيه هو العلاقة لابد أنه تكون المعلومات اللي بداخلها متشابه يعني هنانا أحمد بهاء علي هنانا لازم أحمد بهاء علي وهنانا لازم أحمد بهاء علي هل تعرف البرنامج أنه هذه الأعمدة وهذه الجداول الثلاثة متشابهة بهذا العمود يعني ما يصير هنا أنا أكتب أحمد علي أو أحمد حسين مثلا وهنا أنا بس أحمد هنا أنا مثلا أحمد محمد علي ما يصير لابد أنه لإسم الثلاثي يكون متشابه ومتطابق تماما في جميع الجداول حتى يعتبره هو الأمود اللي ذات العلاقة طيب هذه الملاحظة رقم 2 طبعا قلنا الملاحظة الأولى لابد أنه العمود الأساسي لابد أنه يكون برايماريكي طيب هذا العمود الأساسي أو هذا الجدول الأساسي كيف أعمل برايماريكي طبعا لابد أنه أحدد كليك أيمن على الجدول وأختار طريقة التصميم وأجي يا عمود أنا راح يكون أساسي قلنا اسم الطالب وأجي أحدده وهنا بالأعلى من تصميم أضغط على المفتاح الأساسي فإذن هذا العمود صار هو برايماريكي أحفظه أحفظ طيب هنا هم يحتاج أسوي لي اسم الطالب كليك أيمن طريقة التصميم وأخلي برايماريكي لا ما يحتاج قلنا فقط العمود بالجدول الرئيسي لابد فقط هو يكون برايماريكي والبقية يكون أطراف ما يحتاج عدي برايماريكي فإذن بما أنه أنا جهزت جميع البيانات وطبعا جعلت البرايماريكي لي العمود الرئيسي راح أجي أغلق جميع الجداول طبعا نغلق وليس نحذف نغلق من إغلاق راح أختار إغلاق الكل جاي الآن راح أجي أنشئ العلاقة كيف أنشئ العلاقة؟ طبعا من بيانات خارجية طبعا من أدوات قاعدة البيانات أجي إلى عدي علاقات طبعا هو أظهر لهذه الرسالة طبعا يقول لي تعدك ثلاث جداول تريد تجري العلاقات بأي جدول الآن راح أقول لي أريد العلاقات تكون بجميع هذه الجداول فراح أجي أحددها وأضغط على إضافة طبعا أجي على إغلاق هس فتح لي هذه الجداول الأفضل أنه أسوي السلسلة أو الشجرة العمود الرئيسي راح أخليه هنا على اليسار أو لا بأس على اليمين أنا راح أخليه على اليسار وراح أخلي بقية الأعمدة بهذه الطريقة واضح العمود الرئيسي أما على اليمين أما على اليسار وخلي الأعمدة الثانوية بهذه الطريقة الآن بالنسبة للعمود الرئيسي أو الجدول الرئيسي أنا أريد أن أربط اسم الطالب مع اسم الطالب هنا مع اسم الطالب هنا ممكن أحد يقول هناك اسم الطالب برايماركي وهنا اسم الطالب مو برايماركي وهنا ايضا مو برايماركي قلنا لا بس فقط الرئيس لا بد انه يكون برايماركي يعني ربطنا راح يكون هو رئيس دو اطراف فراح اجي هنا اربط اسم الطالب اضغط كليك واسحب واني ضغط على كليك اخليه باسم الطالب واجي هنا راح تطلع لي هذه الرسالة هنا انا عدي التكامل المرجعي افعلها شنه هي التكامل المرجعي التكامل المرجعي هو عندما احذف اسم الطالب مننا احذف المعلومات الطالب تنحذف المعلومات الخاصة بدرجات الطالب ومعلومات الخاصة الفحص الطبي ايضا عندما اعدل اسم الطالب هنا مثلا احمد محمد سميته علي محمد راح يتعدل الاسم هنا ويتعدل الاسم هنا يعني راح يصير عدي تتالي بالحذف وتتالي بالتعديلات طيب ممكن واحد يسأل يقول أني ما فهمت أوكي راح أطيك سبب وجيه لهذه الخطوة عندما أجيت حذفت الطالب حذفت الطالب من المعلومات الأساسية وعندي درجات لهذه الطالب بعدها موجودة بجدول الدرجات وعندي معلومات خاصة بالفحص الطبي بجدول الفحص الطبي طيب هذه المعلومات اللي موجودة بالدرجات والفحص الطبي اللي من اليا طالب ما موجود إلها معلومات أساسية فالأفضل أن نفعل التكامل المرجعي حتى عندما نحذف المعلومات بالنات نحذف المعلومات مات الدرجات والمعلومات الخاصة بالفحص الطبي واضح حتى يكون عدي الحذف متكامل هنا نفرض التكامل المرجعي أي أن الحذف والتعديل يكون متكامل لجميع الجداول طيب نجي على إنشاء أصبحت عندنا علاقة بين هذا الجدول وهذا الجدول أيضا بنفس الطريقة راح أضغط على العمود الخاص باسم الطالب وأبقى ضغط وأسحب إلى اسم الطالب الخاص بالفحص الطبي وأيضا راح أفرض التكامل المرجعي عند الحذف وعند التعديل وأجي إلى إنشاء راح ألاحظ أنه أصبحت عندي علاقة هذه العلاقة تربط الجداول الثلاثة فيما بعضها راح أحفظ وأغلق العلاقة جيد الآن بعد ما أصبحت عدي علاقة بين الجداول راح أنشئ استعلام الكويري كيف أنشئ الاستعلام الكويري؟ مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة من إنشاء وطبعا راح أختار معالج الاستعلامات ومن ثم موافق راح تظهر لي هذه الرسالة أول مرة راح أجي أحدد المعلومات الأساسية اللي هو الجدول الأول شنو اللي أريده آني من المعلومات الأساسية؟ أحتاج اسم الطالب والصف والشعبة فقط أجي إلى جدول الثاني اللي هو جدول الدرجات اسم الطالب أحتاجه؟ ما أحتاجه لأنه موجود هنا أنا عدي اسم الطالب ورح أختار الدرجات اللي هو الإسلامية والعربي والإنجليزي والفيزياء والكيميا بعد عدي الفحص الطبي شنو اللي أحتاجه؟ المعرف والاسم ما أحتاجه فقط أحتاج فحص النظر وكورونا والأمراض المزمنة جيد الآن راح أجي إلى التالي ورح أسمي الاستعلام معلومات الطلاب ومن ثم راح أضغط على إنهاء طبعا عدي هنا أنا هذا الخيار إذا أنا نفعله راح يفتح لي الاستعلام بشكل مباشر أو يفتح لي تصميم الاستعلام بطريقة التصميم أنا راح أختار فتح الاستعلام ومن ثم إنهاء مثل ما لاحظ هنا أنا أنشأ لي استعلام هذا الاستعلام هو ربط لي الجداول الثلاثة وفلترهن ووضع لي هذه البيانات اسم الطالب وطبعا الصف والشعبة والإسلامية وهكذا مثل ما تلاحظون جمع لي أهم البيانات الموجودة بهذه الثلاث جداول بجدول واحد طيب شنو الغاية من هذا الجمع راح نتعلم إن شاء الله من خلال الاستمارات والتقارير في المحاضرات القادمة طبعا في هذه المحاضرة تعلمنا كيف نربط الجداول من خلال علاقات وكيفية إنشاء استعلام شامل لهذه الجداول المربوطة طبعا هذا مثال أولي وبسيط وإن شاء الله من خلال المحاضرات القادمة راح نتوسع ورح نأخذ مثال عملي وشامل أكثر نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى